مشاهدين الكرام أتمنا صباحاً وموعدنا مع موجز لأهم الأنباء مع منا الشرقوي تفضل يمنا شكراً جمانا أتمنا صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلاً بكم موسيقى وجه الرئيس السيسي بالالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ مشروعات مدن الجيل الرابع بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة والإسكان الخاص بالموظفين بها وفق أعلى معايير الجودة المخططة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان لمتابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظة القاهرة أعقدت بالقاهرة جلسة مشاورات ثنائية بين مصر والصومال برئاسة السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية من الجانب المصري ونائب وزير الخارجية والتعاون الدولي السوملي محمد عبد حسن وتنولت المشاورات سبل تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وأفاق التعاون المصري السوملي في المرحلة المقبلة قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشط إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهدت دفعة قوية عقب جائحة كورونا حيث أصبح العالم يسعى للتغلب على تدعية الجائحة وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة قامت باتخاذ العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء واستدامة العمل المناخي جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة العالمية تحت عنوان نحو تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1803 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 345774 حالة وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1651 حالة جديدة تبتت إيجابية تحليلها للفيروس ومتحوراته مشيرة إلى وفاة 28 حالة جديدة دعا الرئيس التونسي قيس عيد إلى تطهير القضاء والإسراع في نظر في القضايا التي يطالب الشعب التونسي بالبت فيها جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرتاج كلا من رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن ووزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وتناول الاجتماع أوضاع القضاء وطول فترة التقاضي ودعا قيس عيد إلى تطهير القضاء والاحتكام للقوانين والضمائر ختام موجز الثامنة وعود الاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل